هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي سريح مع دكتور صندرين عبر حكواتي واليوم رح نحكي عن استعمال الأصابع بالمهبل أملي من سميه بالإنجليزي فنجورين بس الواحد يستعمل أصابعه بيصير عنده سيطرة أكتر بكتير على لزة أم الأحاسيس الجنسية أكتر مما استعمال لعبة جنسية أم استعمال عضو زكري إنما الواحد بده ينتبه بس يستعمل أصابعه فأول نصيحة منعطيها وهي أول خطوة قبل ما الواحد يبلش باستعمال الأصابع لمداعبة المهبل هو أن الواحد يتأكد أنه ضفيره عن جد مبرودين مضبوط وأنه ما فيه ضفر يكون حاد أم طويل وإذا مش حابين تبردوا ضفيركم فيكن تلبسوا كفوف وتلحطوا على راس صبيع الكفوف قلل من القطن فساعتها الملمس بيكون كتير ناعم إثناء الفينجرينج واستعمال الأصابع كمان بس الواحد بده يستعمل أصابعه بده يتأكد أنه أصابعه نضيفة رح تقولولي إيه ضع أكيد نعرف أنه نحن لازم ننضيف إيدينا إنما الواحد فيه يدخل جرسيم بالمهبل ويسبب التهابات لذلك الواحد بده يغسل منيح أصابعه قبل ما يبلش بالفينجرينج وأكيد يرجع يغسل بعد ما يكون ميرس الجنس والفينجرينج مع البارتنر كمان الواحد بده يتأكد أنه عم بيستعمل لوبريكنت لأنه الأصابع منه مرتبة عادة إذا الواحد بده يدخل العضو الزكري العضو الزكري لوحده مرتب شوي لأنه بيطلع سائل زغطور أثناء الإسارة فبيكون فيه نوع منه كمن الترتيب عليه وكمان بيكون احتك شوي بالفرج عند المرأة اللي بيكون مرتب إذا صار فيه مذاعبات طويلة إنما الأصبع خشن أكتر من العضو الزكري ورح يعوز أنه يكون مرتب أكتر قبل ما يدخل بالمهبل لذلك لازم تستعملوا مزلك قبل ما تبلشوا بإدخال الأصبع بالمهبل الخطوة الثانية هو أنه الواحد يعرف شو بيحب أم شو الثاني بيحب يعني هل بيحب الضغط القوي هل بيحب يطلع 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 بالإسارة وقبل ما يوصل للنشوة بعدين فجأة يجع ينزل بعدين يجع يطلع بعدين يجع ينزل أم هل بيحب الحركات الدائرية أم هل بيحب أصبعين أم ثلاث أصابع أم بعض الأوات أكتر من ثلاث أصابع أم بيفضل أصبع واحد وطالب واحد يعرف التفطيلات لازم يقدر يحكي مع الثاني أم يطلب من الثاني أنه يفرجي كيف بيحب يستعمل الأصابع وفيها تكون أول مرحلة من اللعب الجنسي هو أنه تتفرجوا على بعض كيف بتحبوا تحفظوا حالكم هيك بتتعلموا من الثاني وبها الطريقة بتكونوا عم بتزيدوا من إسارتكم نصيحة ما لازم تنسوها قبل ما تبلشوا تدخلوا الأصبع بالمهبل لازم تكونوا حميتوا يعني بنا نكون بلشتا تبويس برك مداعبة للسد وكمان مداعبة للبذر لأنه البذر هو مسكت باب المهبل ما فينا نفوت على المهبل منه ما نداعب البذر قبل فهذا الشي كتير مهم وكمان فيكن تحفظوا البذر أنتوا عم بتحفظوا المهبل يعني فيكن تستعملوا الإبهم أنتوا عم بتدخلوا أصبعين بالمهبل ومع الإبهم تكونوا عم بتحفظوا البذر أم فيكن تستعينوا بالإيد التاني لأنه عندكن إيدتان تتحفظوا البذر بنفس الوقت أم فيكن تستعملوا لسين كون كرميلة تحفظوا البذر بنفس الوقت مما عم بتحفظوا المهبل صرتوا جوا صار الأصبع جوا هنا بتكون تكتشفوا الجدار الأمامة للمهبل وتشوفوا إذا الشريكة بتفاضل أول أربع خمسة سنتي من المهبل أم بتحب التحفيز العمي يعني على بعد ثمانية أم عشرة سنتي وتشوفوا إذا بتحب أي حركة يعني الحركات الدائرية كأنه أصبعكن عقرب ساعة أم إذا بتحب الحركات للخارج كأنه عم تستعملوا أصاب هون تتعملوا حركة تعي 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 نوعوا بالسرعة نوعوا بالضغط ودايما نتبهوا على تجاوب الشريكة معكن تتعرفوا إذا هي عم تنبسط أما لأ فيكن تكونوا أنتوا عم بتواجهوها بالغلط أما تكون عم تستمتعوا هي ناطرة أنه أنتوا تخلصوا فلذلك هون نتبهوا للغة جسدها إذا هي عم تتنهد أم شوفوا إذا هي عم بترتب عم كان بيتسألوها إذا هادا الشي ممتع لإله وعم تنبسط وما تنسوا أبدا ما تستعملوا الضفير بس تكونوا جوا إنما تستعملوا بطينة الأصابع بس تكونوا عم بتحفظوا المحبل بعد النساء بتحب أنه تحفظوا بنفس الوقت فتحة الشرج بما تكونوا عم بتحفظوا الجدار الأمامة للمحبل لذلك استكشفوا تسألوا وبجع بعدوا لكون مثل بكل النصايح ما تستحوا إنه تسألوا وما تستحوا إنه تعملوا لايك وسبسكرايب للبودكاست وإنه تسمعوا للحلقات السابقة يالا باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر